السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات كرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ديال 29 في شهر 12 اليوم سنطرق العديد من الأخبار ولو على قلتها وصارحة في هذه الأيام ديال الأعياد أراكي صعاب بزافة وصل المعلومة المهم اليوم سنطرق بزافة ديال الأخبار من بينها زيادة ديال 160 أورو اللي ستكون على المستوى ديال العام كامل سنة 2024 في البوستفاقة البالح تمت المصادقة على القانون وغنشرحوا لكم سريعا ما غنطولوش فيه كيف ما أنه غنتكلموا على أخبار الجارية المغربية والابتزاز اللي كان كيتعرض ليه مواطن مغربي لي سيدة رومانية هي والرافيق ديالها الإيطالي طيحوا عليه الباطل باش يغرقوه ولكن لحالي المتابع هم هات جوجية الناس اللي حطوا عليه الباطل وهو يا إخوان براءة غنتكلموا كذلك على مواطن مغربي وهذه الفيديوهات اللي غادي تشوفوا الصور اللي غادي تشوفوا رهبانت في النشارة الإخباري وتكلموا عليها بزاف ديال القنوات في مدينة ميلانو من بعد واحد المدة ديالتتبع ديال المواطن مغربي رجال الشرطة غايدروا المداهمة للدار دياله وغيرقوا عنده إخوان واحد المجازة عامرة باء الأسلحة عامرة بالمخدرات وذلك شي صراحة كتير وكتير بزاف غنتكلموا كذلك على السياسة والجدل الكبير اللي كان يومه في البرلمان لأنه النسيب ديال سالفيني يعني الأب ديال الرافقة دياله والأخ ديال الرافقة دياله بجوجهم يا إخوان متبعين وواحد فيهم مشدود بالتهم يا إخوان ديال الفساد والرشوة يعني غنشلح لكم أشنو كانوا كيديرو باش يسرقوا فلوس وباش يتلعبوا يا إخوان في مشاريع اللي هي كبرى غنتكلموا كذلك على الأزمة اللي كان حاليا في البرونتوسو كورسو ديال طاليهان في العديد من المناطق الإيطالية بسبب يا إخوان الحالات الكثيرة ديال الإنفلوانسا وكذلك ديال الكوفيد كيفما أنه غدي نتكلموا على روسيا تقود البارح في الليل هاتشي وقع أكبر هجوم على أوكراينا منذ بداية الحرب يعني من يبدو في شهر الروج ديال العام اللي فات أو طبيع الحال غدي نتكلموا يا إخوان على التفاصيل والجديد ديالأخبار ديالقطاع ديالغزة ولو أنها اليوم قليلة كيفما العيدة كنم بغير شكركم جزيلا شكرا لدعم ديالكم للقناة شكرا شكرا بزاف الناس اللي تخليوا لايك والناس اللي لا تشاركينش الشاركوا باشقوا تصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غدي نتطرقوا الأخبار ديالجالية المغربية والفيديو اللي غدي تشوفوا معايا حاليا تم البت ديالو في العديد من القنوات الإيطالية هذو يا إخوان الرجال الشرطاء ديال مدينة ميلانو لليوم أو اليوم الأربع الماضي نهار 27 في شهر 12 بشول هاد المنزل اللي كتشوفوا معايا في الصورة منزل اللي هوايا الملك ديال المواطن المغربي الشاب عنده 34 سنة لو قاية اللي غايد دخلوه يا إخوان لهذا المنزل غايل قاو عائلة إيطالية سكنا في يعني الزوجة والزوجة حتى ما عندهم صوابق وغايل قاوه يا إخوان شوفوا معايا الصورة غايل قاوه واحد الكمية كبيرة ديال المخدرات فيها الهيروين فيها الحشيش فيها الكوكاين فيها الماريوانا وكذلك إخوان ميزانات باش كي عبروا وآدوات باش كي غلفوا وطبيعة الحال القاوم الغير هات الشي كذلك أموال اللي هي كاش وكذلك أسلحة اللي فيها فرادة يعني مسدسات ومكحلات منها وحدة اللي هي كالاشنيكوف يعني رهاب شهورة بزاف هذي اللي غايتشوف معاي في الصورة واللي عنده كذلك إخوان واحد لعدسة ديال الليل يعني مولاها يقدر يشوف فيها حشف الليل وقاو بزاف ديال الفرادة المهم هذي الناس إخوان كيف ما قلت لكم مواطن مغربي عنده 32 سنة هو اللي في ملكه دار وفي ملكه هات الشي ديال المخدرات والناس اللي كانوا ساكنين عنده في الدار إيطالي عنده 35 وإيطالية عنده 34 سنة ربطاب يتحل إخوان بتلاتة تشدوا وحاليا نرغت من المحاكمة ديالهم بسبب إخوان المتاجرة في المخدرات أما فيما يتعلق بالتفاصيل ديال أشنوا اللقوا عندهم 138 كيلو جرام ديال الحشيش كيلو 400 جرام ديال الهيروين 700 جرام ديال الماريوانا وخمسين جرام ديال الكوكاين من غير قيمة مالية ديال 2100 أورو كاش وبطبيعة الحال البوليس وصلوا لهات السيد من بعد واحد المراقبة كانوا كيراقبوا المدة هادي وعرفوا المنزل دياله وداروا ليه المداهمة وغير قوي إخوان ديالكم الكمية الكبيرة ديال الحشيش والمخدرات المختلفة في حين أنه في خبر آخر غادي نتكلموه لدك شيء إخوان اللي تعرض ليه مواطن مغربي هادته هو شاب عنده 34 سنة بغوا يحطوا عليه الباطل جوجية الناس سيدة رومانيا عنده 50 سنة والرافق ديالها اللي هو يا إيطالي عنده 30 سنة المهم ربما كانوا كيعرفوه ربما كانت بنا تمشي بيعو الشرية هاد السيد المغربي غيهدوه غيقولوا لي شوف يا غات عطينا الفلوس يا أنا غنحطوا عليك الباطل وفعلا دك الشيلي داروا لو قيت اللي هو يرفض أنهم يعطيهم الفلوس مشاديك لارات السيد اللي عنده 50 عام وقاتني هاد السيد راجشتني من عنقي وقاسني في شيء أماكن واعتذع لي جنسيين ودري التليفون ديالي ولذلك التهمة اللي وجتلي هي الصارقة بالاستعمال العنف وكذلك اعتذاء جنسي طبي الحال من بعد يا إخوان ما أنه السيدة بشات الكوميسارية وش كات به البوريس بذوق يدروا في البحث ديالهم جابوا المواطن المغربي اللي عنده 30 سنة وهو ادلب الشهادة دياله اللي كانت مختالفة قالهم أنا هاد الناس وهاد السيدة بالتحديد أراني مش ديتها ما اعتذيت عليها متاشي حاجة هي والرافق ديالها قالوا لي يا غدي تخلص واحد القيمة مالية يا أننا غنحطوا على تلك الباطل وفعلا تصابت بالله أنه النسخة دياله صحيحة البوريس بس صدقور غيكون قدم ليهم أذلة اللي هي مقنعة وطبيت الحال كيف ما سنقوله انقالب السحر على الساحر يعني الناس إخوان اللي كانوا في الأول هما اللي بغني تابعوا الشاب المغربي ولو هما اللي متابعين بالتهمة ديال كالونيا يعني الافتراء وحاليا غدي تكون عندهم يعني السنة القادمة غدي تكون عندهم جلسة أمام المحكامة وخصهم يدافعوا لريوسهم وعندهم حاليا محاميين وكيأكدوا المحاميين ديالهم بلا أنه التهم لوجه المغربي راه تهم له هي صادقة وما فيهاش الكذوب ولكن الله يدير شي شوي ديت الخير فهذا الفقر يا إخوان غدي نتكلموا على الأزمة اللي كيعيشها البرونتوسو كورسو في بعض الموضل الإيطالية خصوصا للموضل الكبرى يعني القسم ديال المستعجلات اللي عامرين بزاف والسبب الرئيسي هي إخوان الإنفلوانسا وكذلك الكوفيد وكين أسباب أخرى اللي غدي نتطرقوا لها في هذه الفقرة طبية حالة لحسن ما كيت تذكر في العديد من الصحف الإيطالية في المستعجلات ديال مدينة ميلانو ناسي إخوان واقفة كتسنى البوستليتو يعني باش دخلت نعصف السبيطار ما كينش أسرة في مدينة روما النصف ديال لابيلانسات سيارات الإسعاف واقفة يا إخوان خارج المستشفى كينتاظروا الدور ديالهم باش يوصلوا للمستشفى وينزلوا لمرضى ديالهم يعني في النورمال خاص لابيلانس توصل ينزل المريض ياخذ العلاج دياله إلا أنه إخوان كين أزمة وما قادرش أنهم يعالجوا الناس كاملين الشيء اللي كيلزم على لابيلانسات أنهم يبقوا يتسنوا برا وهات الشي في نفس الوقت كيخلي أنه الناس اللي محتاجة لابيلانس ما ستلقاهاش خصوصا يعني الحالات اللي تشارت بزاف ديال الجوج ديال السيدات في الأيام الماضية في مدينة روما عيطوا لابيلانس وما جاتهم إلا من بعد مرور ثلاثة ديال السويع اللي هو يوقت طويل وطويل بزاف زيد على ذلك في مدينة تورينو ما كينتحتل باياصات يا إخوان في نتكاوا الناس اللي غيدخلهم برونتوسو كورسو وفي مدينة فرارا كيني إخوان واحد الاكتضاد الكبير في البرونتوسو كورسو ديالها طبيعي تحل كيف ما قلت لكم كينجوج ديال الأسباب اللي وراء هاد الأزمة أولا اللي فلوانسا اللي هي كثيرة وكذلك الكوفيد زيد على ذلك حالي كنتواجده في واحد المرحلة ديال نهاية السنة لأطيباء ديال العائلات سيكونوا في عطلق ولذلك الواحد من الطريب ديال العائلة دياله ما تيكونش وما تيخلي شي واحد اللي يكون باديل دياله راه الناس كنتوش البرونتوسو كورسو وزيد على ذلك حتى الناس اللي هما يا أطيباء خدمة في البرونتوسو كورسو تياخدوا الإجازة ديالهم في نهاية السنة وكين أطيباء اللي هما يقلال وهات الشي كامل هي العوامل لشكلت هذه الأزمة على حسب آخر الإحصاءات اللي تنشرات فيما يتعلق بالأسبوع من 18-24 في شهر 12 يعني الأسبوع الأخير الناس اللي عندهم الإنفلوانسا في إيطاليا راه هم كتر من مليون شخص ومنذ بداية الإحصاء ديالهم يعني مني بدأت يا إخوان المرحلة ديال الإنفلوانسا راه العدد ديالهم راه تقريبا ستاديت المليون يعني فاق 5 مليون ونص طبيعي الحال كنت تكلموا كذلك يا إخوان على أنه هذه الأزمة لزمات على بعض الجهات أنها تأخذ قرارات باش تصدي إخوان تلقى المشكيل مثلا فلاتسيو قرروا أنهم يكريوا أو يشريوا 500 سرير عند مستشفيات اللي هي خاصة غير تابعة للدولة وهذا 500 سرير كلفت لجيها 33 مليار والمستفيد الأكثر هم يا إخوان الخواص في حين أنه فلمبردية حال ينكي درسوا في طريقة باش أنهم يدروا حت تنسيق مع الخواص إلا ملقوش مكان أو سرير في المستشفيات ديال الدولة يمشيوا عند الخواص طبيعي الحال نشوفوا يا إخوان آخر غرافيكو اللي كيعطينا نظرة على شكونا هم الجيهات اللي منتشر فيهم الإنفلوينسا كل قولهم بردية كل قول فريولي فيناتسا جوليا لميليا رومانيا وكذلك إخوان كامبانيا فهذا الفقر يا إخوان غالي نتكلموا على قانون اللي صادقة عليه الحكومة الإيطالية من بعد الإجشماع اللي داروه بعض الوزراء البارح اللي كانوا ممثالين في طياني اللي كان كاملت الحزب ياسير فيبرلوسكوني سالفيني كان كاملت الحزب ديالو وكذلك نائب ديال ورئيسة الحكومة جورجا ميلوني والوزير ديال الاقتصاد طبيعة الحال مكانش مجلس الوزراء ولكن كان واحد الاجتماع ديال الحكومة مصغر غنتكلموا يا إخوان عنا من بين القوانين اللي صادقوا عليها من غير السوبر بونوس اللي القواني هو واحد الحل وداره تمديد للعائلات الفقيرة اللي عندها اللي زي نازل يعني هاد ناس يقدروا يبقوا يستفدوا حتى السنة القادمة واحتسالي والخدمة أما اللي عنده اللي زي مرتفع غيب قد دائما يستفد ولكن ماشي بنسبة 110% ولكن عير بنسبة 70% حاجة أخرى اللي هي مهمة من بين القوانين اللي صادقوا عليها البارح صادقوا كذلك على القانون ديال ضريبة على الدخل اللي هم هاي إخوان القانون ديال اللي يربف ونزلوا الضريبة من ربعة ديال النسب مئوية لثلاثة ديال النسب مئوية هاد شي يعني أنه ناس اللي كتربح ما بين 15 ألف و 28 ألف غد تولي تخلص الضريبة في حدود 23% على الفلوس اللي كتر من 15 ألف أورو وقال من 28 ألف أورو طبيع الحال هاد شي يعني واحد استفادة اللي غد توصل 260 أورو سنويا هذي زيدة من غير ذاك الخصم الضريبي اللي كانوا داروا سابقا يمشون شوفوا التفاصيل التفاصيل هي كالآتي النسب المئوي ديال الضريبة كانوا 4 يعني ديال في سنة 2021 كانوا 5 وقبل كانوا 5 ورجعت من الحكومة ديال دراقي من 5 إلى 4 يعني في عوض 23 27 38 41 43 % 23 25 35 35 43 % دبال الحكومة من غير هذا الربعة سنحيض 25 ومن 15 لغاية 28 ستولي الضريبة 23 % يعني ستقوم الناس الذين يربحون بين 15 و28 ديال جوش % هذا كيف ما قلت لكم يتصرف الواحد سكون 20 أورو الذي يزاد في البصط فاق شهريا في غالبيا الأحيان ويقدر يوصل الـ 160 أورو سنويا للناس اللي تربح إلى 28 ألف الناس اللي يربحوا قل من 15 ألف هذو ستكون عندنا محد الاستفادة اللي ستوصل إلى 75 أورو سنويا في حين أنه الناس اللي يربحوا كثير من 50 ألف هذو ستكون عندهم كذلك وحد سكون تسكون ديال 160 أورو ولكن ما سيكون في البصط فاق يعني ما سيكون ديال سيكون ديال المحد الخصم ويرجع له 160 أورو داروا ستترين تغير السافد وماذا لا يستفد في حين آخر نقطة عند علاقة بالتمديد هذا القانون هذا القانون الفلوس اللي تخصط لي يعني وخاير 1 جوش في المائة ديال الداربة اللي ستنقص أراكن تكلم على 4 مليار و 300 مليون ديال الأورو قيمة مالية كبيرة بزاف وهذا القانون سيكون إلى غاية نهاية سنة 2024 ومن أجل تمديد ديال السنة القادمة يعني سنة 2025 خصهم 15 مليار ديال الأورو ولذلك بحلقة ديال 15 ألف مليار مغربية قيمة مالية كبيرة بزاف وهذا والسؤال اللي يطرحوه الأغلب ديال الصحف الإيطالية وش غيتم تمديد ديال ومن بعد أولا فهذا الفقر يا إخوان سأتكلم عن الموضوع اللي خلق بزاف ديال الجدل السياسي خصوصا مشاكل اللي عند علاقة بالسالفيني واليوم في البرلمان راندس واحد روينا ما بي الأحزاب ديال المعارضة اللي كي طالبوا من سالفيني أنه يجي البرلمان ويشرح لهم المشكل اللي عنده في العائلة دياله وغنشرح لكم بالتفصيل وبش عرفوا كذلك أنه إيطاليا فيها بزاف ديال الفساد وشوفوا هاد الناس على حسبي إخوان نيابة العامة شوفوا كيف كانوا كي سرقوا الفلوس كنت تكلموا على من كنت تكلموا على نسيب ديال سالفيني أو يعني تقريبا ما تابت نسيب ديال والابن ديال سالفيني عنده رفيقة صغر منه 20 عام وفيت مزوجه للمرات ومؤخرا عنده وحد الرافيقة اللي هي بنت سياسي معروف بنت دانيس فردين اللي هو الوصف الصورة كان في الحزب ديال سيل فيبر لوسكوني ما بقاش حاليا في السياسة عنده بنت اللي ما يعني تكون عنده 29 28 شركة ديال كونسولانسي هو واحد السيد خور شرك معه وبجوج هم متابعين ومن بين الناس الخرين اللي هم متابعين كذلك كيني إخوان جوج الموظفين ديال آنس آنس هي الشركة الإيطالية الوطنية اللي مكلفة بالطرقان واللي هي تابعة الوزار ديال البن التحتية اللي مكلف بيها وكي شركة ديال استشارات كانت تقوم باستشارات وهمية يعني كأنه شركات يأخذوا منها استشارات ويخلصوها وهي رهما بقيمة لا باستشارات لبنى شي حاجة كون كانت تدير كان عنده اتصالات في شركة ديال آنس يعني كان عنده استشارات في الشركة اللي كتعطي المشاريع واللي كتبني الطرقان ندير وشركة وحدة فقط هي اللي غير زلوها لذلك منك تقوم مباراة ديال شي مشروع كي جي الابن دانيس فرديني ويمشي عند الموضافين ديال آنس وتيطلب منهم معلومات سرية على هاد المشاريع وعلى الناس اللي متقدم بالعروض باش الناس اللي هاد جوش المقاوي اللي تم متابعين تم سترشحوا إلا كانت عندهم معلومات على العروض اللي مقدم للاخرين ستسهل عليهم أن يفوزوا بهذا البالتو وبهذه المباراة والقنطرة التعطام هما يبنيوها ولذلك هما كان عندهم جوجية الناس فآنس هاد الناس اللي فآنس باش كانوا كيطمعوهم كانوا تقول لهم احنا راعدنا في السياسة الناس قوية واللي ستقدر أنها تضمن لكم واحد المصار مزيان في الوظيفة العامة يأنه يطلعوكم قراد يأنه يديكم المناصب اللي كيكونوا فيها فلوس كثيرة يعني يتخلصوا بوحد طريقة اللي هي كبيرة ولذلك كل شي عنده مصالح والشركة بحد ذات هي تخلص إخواء الكنس اللي هي وهمية ما يناش واحد الاستشارة كان عير واحد البليزير غيديروه وفساد اللي غيخلص عليه ولذلك على حسب ما يروج اليوم هو أنه تدانس برديني هو اللي كان يضمن ابن ديالو العلاقات السياسية باش يطمعوا هذوك الموضافين دي الانس وطبي حال لي صار الإيطالي حاليا داغط يا إخوان على سالفيني باش يجي البرلمان ويشرح العلاقة ديالو بالأب يعني ديال رفيقة ديالو والأخ ديالو الرافيقة ديالو وهذا الشي كامل اللي واقع خصوصا أنه حتى نصرها تابع إخوان الوزارة ديال البنية التحتية وزيادة على ذلك كانوا كيقولوا بلأنه كذلك الأب كان يتخلص إخوان في النوار يعني فيها ناس معروفة يعني راش حال ديال الناس كيتشدوش حال ديال القضايا كيتفرشو ولكن الناس اللي هما يدخلن فيها ما معروفنش وكنتكلموا دائما على نفس المواضيع استغلال النفوذ الفساد وكذلك تزوير في المبارايات ديال مشاريع دخمة كتكون في إيطاليا فهذه الفقرة يا إخوان غدي نتكلموا على الجديد بحكم أنه العدوان ما زال مصامر الناس ما زال كتوفى في المجازر اللي كيرتكب الكيان الصهيوني وكيتمقص في إخوان مساكن مدنية ديال الناس اللي سكن فيها طبيعي الحال عدد ديال الضحيرة كيرتفع يوميا أما فيما يتعلق بأهم خبر لسلط عليه الضوء الصحف الغربية يتعلق باستهداف قافلة ديال المساعدات تابعة لونورو اللي هي الوكالة ديال الأمم المتحدة كانت راجعة من الشمال ديال القطع ديال غزة باش بشي الجنوب المعبر ديال الرافح وغيتم الاستهداف ديالها من الجيش الإسرائيلي هاد القافلة كانت ديال المساعدات وما خاصهش تستهدف خصوصا أنه الممر اللي كانت غدا فيه والطريق اللي كانت غدا فيها هي اللي رسمها الجيش الإسرائيلي كما مر آمن وقال لهم دو زمن هنا والوقيت اللي زمن تم إخوان تم الاستهداف ديالهم المهمة ما التشي واحد ولا كرة كنت تكلموا على انتهاكات اللي هي متواصلة فيما يتعلق بالعدد ديال الضحايا الوزارة الصحة في قطع ديالغزة كنت تكلم على أنه العدد ديال الوفايا توصل 21.507 فيما يتعلق بالناس اللي هم يا جرح 55.000 وما أكثر وكنت تكلم على أنه 187 الفلسطيني تقتله في آخر 24 ساعة يعني حوالي 190 شخص فيما يتعلق بأخبار أخرى عنده علاقة بالقطع ديالغزة هو ذك شيء اللي نقلاته قناة العربية حول الهجوم اللي دارته البارح إسرائيل واشتكت منه سوريا يعني كانوا هجموا إلى مدينة ديمقش السورية حماس العربية كتقول بلا أنه فذك الهجوم مات 11 قائد عسكري إيراني لتابع للحرس التوري إلا أنه إيران في الساعات الأخيرة انفات هذا الخبر وقالت بلا أنه إشاعة ومتوفرين التشيقاء التمى فذك الهجوم لكالبارح في حين أنه حركة حماس كترجع من اليوم دائما وكتأكد على أنه ما غيكونش نهائيا التبادل ديال الأسرة إلى ما وقفوش الإسرائيلي العدوان على القطاع ديالغزة ولذلك قاتلي مرة 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 إسرائيل كتخرج لنا باتفاقية جديدة وبحلول جديدة حول التبادل الأسرة ولكن إحنا ما غيريش نقبله حتى يتوقف الحرب في القطاع ديالغزة فهذا الفقر يا إخوان سأتكلم عن الحرب التي لم تتكلم منها المدة أشهر وهي الحرب الروسية الأوكرانية خصوصا أنه البارح في الليل كاني إخوان أقوى هجوم منذ بداية الحرب ديالروسيا على أوكراينا اللي تم الاستعمال فيه تقريبا حوالي 158 ما بين صاروخ وما بين طائرات مسيارة بدون طيار بطبيعة حالي إخوان هجوم اللي خلف عدد ديال الضحايا اللي هم 18 أوكراني اللي توفعوا وعدد ديال الجرحاء اللي وصل عدد ديالهم 108 بطبيعة حال هذ الهجوم كيجي من بعد واحد تقدم في الميدان ديال الروسيين في الأشهر الأخيرة عقل على بلا أنه كنا تكلمنا سابقا على أنه الأوكرانيين في البداية ديال هات السنة بدأوا كيوجدوا باش في فصل الرابع يديروا واحد الهجوم مضاد ويسترجعوا الأراضي للروسيين الدوليهم ولكن ما قدرواش أنهم يسترجعوا بزاف ديال المدن يعني مدن قليلة للغاية وهذك المدن اللي قدروا يسترجعوا جوج منهم قدرات ترجعوا من روسيا في هذ الأسابيع الأخيرة علاش لأنه روسيا أولا صغلت الوضع اللي كين حاليا في الشرق الأوسط والحرب على القيطة ديالغزة والاهتمام ديالإعلام بيها ما بقاش كيتكلموا بزاف على الحرب الأوكرانية وتانيا لأنه الدعم الأمريكي لأوكراينا بلوكينو الجمهوريين المعارضة اللي كين في أمريكا اللي ما بغتش تصوت البايدن باش أنه هي صيفة أسلحة اليوم أو البارح عادت صيفته إخوان 250 مليون ديال الدولار تقريبا 250 مليار فيها أسلحة متعددة يعني صواريخ فيها كذلك إخوان القرطاس وفيها بزاف ديال المسائل هذي غيقدروا يعونوا بها الأوكرانيين ولكن مستبعد جدا أنها تبقى توصل إعانات من أمريكا علش لأنه السياسة في أمريكا ممتافقاش إخوان على هذه الإعانات بايدن ما عندوش الأرقام باش يسيفط الإعانة بوحده ولذلك محتاج للجمهوريين والجمهوريين ممتافقنش معاه إخوان على الأسلحة اللي كيسيفط لذلك الروسيين إخوان كيتقدموا تدريجيا والأوكرانيين كيتراجعوا من بعض المناطق خصوصا في الجنوب أو في الشرق وكيف متى يقول الوزير ديال الخارجية الروسي لافروف قال يوم بلا أنه الغرب بدك يغير الاختيارات دياله والتاكتيك دياله خصوصا أنه الأهداف اللي كانت عنده في الأول كلها في شلات قال يوم موسكو بدأت كتتقوى أكثر فأكثر خصوصا في السنة الأخيرة وبدأت كتوصل الأهداف ديالها العسكرية اللي كانت حاطاها بطبيط حري إخوان ديالانسكي على الهجوم اللي وقع اليوم خصوصا كذلك ناس في الجيش الأوكراني قالك ما عمرنا مش فينا واحد الهجوم من هذ النوع فبعد اللحظات في المونيتور ديالنا يعني في الشاشات ديالنا كناك اللحظو كتن من صاروخ اللي يطير وكانوا درونات ولذلك كان واحد الهجوم مكتف اللي كان في عدة مدن أوكرانية ماشي شي منطقة محددة فقط ووصل لهذا الهجوم محتل العاصمة كيف ديالانسكي قال بلا أنه نحن نرده على هذ الهجوم الإرهابي وبطبيعة الإخوان جاوبوا بزف السياسي الأوروبي على هذ الهجوم من بينها بوررل اللي هو المسؤول على السياسات الخارجي ديالتحاد الأوروبي وكذلك كسوناك اللي هو الوزير الأول ديال بريطانيا اللي قال غادي نبقوا ندعمه أوكراينا وما خصناش نخليه بوتين يفوز